ها هي ذكرى الاستقلال تعود من جديد فبعد أربعة عقود وتسعة أعوام ما تزال هذه الذكرى تحيي لدى اليمنيين إرادة الاستقلال وإبقائه أولوية ملحة خصوصا في هذا المنعطف الخطير من تاريخ الدولة اليمنية الحديثة في أهم مدن الموانئ اليمنية عدن شهد اليمنيون لحظة حاسمة في تاريخهم حينما غادر في 30 نوفمبر عام 1967 1967 آخر جندي بريطاني ومعه طوت المدينة تاريخا من الاستعمار لكنها لم تطوي بعد تجربة المقاومة والنضال والكفاح من أجل استمرار مشروع الاستقلال والدولة من تحديات كثيرة أخطرها تلك التي استهدفت هذا المشروع في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 بسم الله الرحمن الرحيم في كلمة له عشية ذكر الاستقلال قال الرئيس هادي متحدثا من عدن نلمح المدينة تطرد المعتدين ونبصر البنادق تكسر جبروت الغزاه ونرى اليمني العظيم ينتفض ماردا في وجه المستبدين متزال عدن تلقص قصة النضال اليمني فمن رحم هذه المدينة ولدت فكرة التحرر الوطني وفيها أعيد الاعتبار لتاريخ اليمن مع إعادة تحقيق الوحدة في الثاني وعشرين من مايو عام ألف وتسعمائة وتسعين في صيف 2015 بدأت من عدن معركة التحرير الجديدة ضد أحدث نسخة من الغزاه الذين أرادوا إعادة إنتاج الدولة الشمولية ودفن مشروع الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم كان الثلاثون من نوفمبر خاتمة المطاف لثورة الرابع عشر من أكتوبر الف وتسعمائة وثلاثة وستين التي انتصرت فيها إرادة اليمنيين واختلطت في خضمها دماء تضحياتهم ومع حلول ذكرى هذا الحدث الوطني الكبير يتجدد الأمل بمستقبل يطوي فيه اليمنيون إلى الأبد كل المشاريع التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وجذورا وهوية اشتركوا في القناة